اشتركوا في القناة يوم الجمعة على الرد جمعية في آبيا مثل ما اسمها بيدل هي طريق روماني بين جبال وبعلبك على هالمسار هيدا خصوصا بوادي أدونيس في عدة مواقع أسرية وسياحية وتراثية نعرف عليها نزورها نعملها الإعلانات تبعيتها شوف شوف فيها كمان مؤسسات سياحية بيوت ضيافة وغيره على هالمسار زيته هيدا في عدة منتجين زراعيين أو حرفيين كمان شجعنايهم على أنه يكفوا نشاطهم ونأملهم ما كان يعرضوا فيه النشاط هذا خلال كل السنة بسوق جبال القديم وبأسوأ أسبوعية كنا نعملها لغاية سنة الماضي نهار السبت كان بساحة كبيرة حد قلعت جبال اليوم هالجمعية بترجع على نشاطها مع تحضير سوق الميلاد للسنة هيدا اللي وقفناه خلال سنتين الماضي سوق الميلاد لكن خلينا نحكي شوي تفاصيل أكتر أي مطاب يبدأ لأي مطاب كام يوم وشو فيه دنشاطات بقلبه شو رح بيشوفوا الناس بيأس سوق طبعاً اللي رح يجو أنه يشوفوا السوق رح يكون بحديقة نعم جنينة المركز السقافي حد قلعت جبال نعم ما بيضيعوا الكلب بين كنيسة ماريو حنة والألعامة ما بيضيعوني المشاركين فيه حوالي أربعين عارض بين منتج زراعي حداً بيحضر مأكولات تقليدية حرفيين فنانين هدايا العيد زينة العيد كل المنتجين يعني اللي بيحضروا من عشية أمحية والمبيد السخن والأنواع الشربة حلو كلهم من سكان المنطقة أغلبيتهم بتسعين بالمئة حوالي أجبال نعم نعم بيرجع في عنا النشاطات السقفية والترفيهية للأطفال عندهم أتوليه رسم أتوليه ألعاب لألون وخصوصاً بيتعلموا تدوير الأزاز والبلاستيك وكيف يعملوا ألعاب منهم حلو وتوعية مع أفليم وثائقية عن البحر المتوسط ونضافته عن كيفية التدوير وال نعم شو اسمه الأزاز والبلاستيك كتير حلو كذلك في أتوليه معلموا كيف يعمل الصبون والشمع سوصاً للأولاد بيبقى بعدين فيه نشاطات تانية في حفلات موسيقية في براد بتكون بشوارع جبال ومننهي كل يوم مع كورال أو ريسيتال نعم نهار الجمعة بكنيسة ماريوحنة بجبال حد المعرض دبريا ساعة ثمانية بكنيسة ماريوحنة مارقو السجبال السبت بكنيسة مارزخي عمشيت كورال أجابي ساعة سبعة ونص حلو والأحد كورال تانية أسيس بكنيسة مارميمة بن تاعل الساعة ستة حلو إذن هالنشاطات هالي متنوعة بين فنية وسقفية وسياحية وترفيهية والنشاط المخصص للأطفال إضافة إلى هالسوق هيدا يلي فيه المنتجين رح يكون بالهواء الطلق أكيد هيدا البدي أسألك هنشوف الكورال يلي جايين بكل ليلة وين بيكونوا نعم أقابي والله هيدا القفلش تبعية الكورال كلها نعم تعيواننا مع عدة مؤسسات فعليا كان في عنا بلدية جبال أكيد طبع مهرجانات بيبلوس جمعية نايوبرونير تحتى بالمنتجين الجديد يعني المؤسسات الصغيرة الجديدة اللي ناشطة هودر بدون تجياء كترشي هودر من فيه تجياء لألون مع مؤسسة السلام اللبناني مع مؤسسة نوح قدرنا كلنا سوا مع جمعيات أهلية جبيلية ومع أفراد كمان حبوا يساعدوا بدون ما ينذكر اسمهم تنقدر نغطي مصاريف هالمشروع هيدا طبعا كل الدخول مجاني طبعا وكل النشاطات اللي كنا نحكيون يتفرجوا كي بيعملوا الأزاز والشمع والهيل الأولاد أولادنا بحاجة أكيد أستاذ رافيال لها الفسحة الصغيرة لأنه حاسين بضغط كتير كبير بغياب كل الأشياء اللي كانوا يعملوها بفترة عيد الميلاد يمكن هيدا هيدا كان دورنا بالأخير صحيح هيدا كان دورنا والهدف من نشاطها الجمعي هيدا أنه قيم العيد عيدات العيد نرجع نتفيهم دايما ما تتوقف نعطيها الأمل والفرحة خصوصا للأطفال طبعا الماسك ضروري التباعد الاجتماعي الماسك التعييم كلهم يتمين فيهم ضروري ضروري بس كمانا لأنه في كتير أشخاص سايرين شوي عم بيخرب إذا مش حاطت ماسك نتأسف خلينا بره ما تزعج حالك ولا تزعجنا مية بالمية لأنه في كتير ناس بيقولوا ما حددتوا ما عقلتوا بس مفروض أنه قلنا وكترنا وعالبيب موجودين هيدا لقلهم ولقلنا كمانا الخيام رح بيكونوا موجودين طبعا خيام كل الأشياء المعروضة بقلبها بالهوى نعم بالمسيحة مفتوحة هيدا السيحة اللي كنا نعمل فيها بصيف المعرض تبعيتنا نعم الخيام زيتهم هيدا شجرة ميلاد جبال كانت زينتها كانت رائعة طريق الروماني بجبال مزينة ومضوية زينة سوق القديم هيدا من تحضيرنا نحنا فيا أبيا والمؤسسات اللي تقاونت مع السلاح البراد بيسوق جبال أي مطرح بتكون البراد السبت بتكون السبت بتكون صح صح كمانا بيكلسوا أي ساعة تقريبا هودا عم نحكي عنهم هو بيكونوا قبل ما تقيب الشمس يعني يكون بعد في ضوء شوي على ساعة أربع يعني تقريبا نقلع فيهم بالزينة تكون بيانت الإنارة بالليل تكون زينة أربعة ونوص خمسة يعني هيدا الوقت تقريبا بين الأربعة والستة بيكونوا النشاطات هودا صحيح ونهار السبت كمانا بعد الظهر أم بيبدأ من الصبح لا السبت بعد الظهر بس نفتح أبكر شوي يعني صاب الظهر على الثناش يعني ومنبقى للتسعة البقية الأيام رح يكونوا جمعة منفتح بالساعة اثنين تقريبا ومنبقى قد ما في ناس بالأخير صحيح طالما في زوار وناش مهتمة صحيح وين بدوا يصفوا وين المواقف مأمنة في صحيات جبال كبيرة في عندنا الموقف البلدي على طريق الميناء في الموقف اللي أعلى من الأسواق يعني قبل ما تفصلي على الأسواق في موقف كمان عدة مواقف موجودة وحوالى الموقع في مواقف كتيرة يعني وما في بارك ميتر بيهود الأيام كمان بيسألوا بيسألوا هاي دي فترات العيد كلها ما بيكون فيها جميع من بلدية جبال بتكون متساهلة بالموضوع نعم في زوار يعني ما حلوي كمان واحد يكون محشور بدو يرجع بعد ساعة صحيح فينا نحكي شوي عن أنواع الموني اللي رح بتكون معروضة هل فيه مثلاً نبيد محلي عم يعملوا بالمنطقة لأنه شفنا كتير بآخر فترات بكتير مناطق نزل كتير أنواع لكار مية بالمية يعني طالما تحدستي بهالموضوع العارضين عندنا الانتاجات كلها انتاجات محلية نعم في عنا من زحلة عرق يعني ما نحن عمل له دعايته هو بس عرق قديم جداً هو أمسيات كان نعم وفي عنده نبيد معهم كمان هيدا بشارك معنا أولاً بالنبيد السخن نعم انتاجه معروض كل السنة عندنا نعم في بعدين أنواع لكار موجودة من عدة منتجين أنواع عصير أغلبية جبل جبال جبال يعني عقورة وحولية هالعصير هيدا بيكون في مربيات مختلفة يعني وأنواع كتير حلوة يعني مثلا مربع المشموش مع تنقول جينجر ولا اه سبيسيال يعني شوي شي شي ميكس معمول كتير حلوي مش إنه المربع العادي يعني في الزعتار في أنواع الملح مثلا من من أنفة في أنواع الملح المختلفة يعني اللي بيعملوها دبس العسل زيوت المربيات إلنا المختلفين جدا وفي الحبوب بعدين كيشك في كتير طلبونا بدنا كيشك فتشنا والإنال وكيشك مثلا اه متنوعة هاي المونة يعني ومش إنه المونة العادية الكلاسيك كلها مع تويست معينة يعني مع مونة سبيسيال برافو والفوت كورت يعني إذا الوليد جيعوا أحدا بدون يكلوه موجود كله هلا في عنا الفوت كورت تبعية السوق اللي هو شي سبيسيال بيكون إلو إلنا الأمح والسوب وهل إشي هايدي بعدين حوالينا في كتير مطاعم كماما نحب نشجعون وبدون ما يكون في تأثير على اللي بيعملوه صحيح بيقدروا يكونوا حوالينا في كتير مطاعم كتير ناجحة ومتنوعة إن شاء الله خير إن شاء الله التأس كمانا شوي يصعفنا قد ما تشت بيضل في انفراجات يعني كل الوقت طبيعة بيه بكنون لا ما يكون في عواصف نحن نشي بس لا يبدو إنه حسب ما قال أبو ناقنيسر في انفراجات وبيضل اللي بده بيقصد بينزال أو حلوين أيام العيد والاحتفالات بالعيد لأنه بيجي مرة واحدة بالسنة فحلو إنه نستفيد منك عقبال كل سنة نحن وياكم إن شاء الله يا رب إن شاء الله جميع بخير وبالتوفيق شكرا إلك أستاذ رفاييل رئيس جامعية فيا عبيا ورئيس مهرجانات بيبلوس كل عيدو أنت بخير سالة وأنتم بخير مشاهدينا بريكم نكمل معاكم